اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الثقافي الخليجي في سلطنة عمان بمشاركة ثقافية وحرينية وقدم المشاركون في المنتدى العديد من الأوراق النقدية والشعرية وفق البرنامج الثقافي مراسلنا في مسقط وتفاصيل المنتدى الثقافي الخليجي الأول لاستقطاب المثقفين والكتاب الخليجيين تحت مظلة الثقافة والأدب يسجل انطلاقته في سلطنة عمان فبامتزاج المعاصرة والأصالح بين مسقط العاصمة ونزوى الشهباء حلق المشاركون على مدار يومين في فضاءات الثقافة الواسعة بفنونها النثرية والشعرية الحقيقة في فرحة كبيرة من جميع المثقفين على وجود مثل هذه المنتدى الثقافي الخليجي لأنه يفتح نوافذ كثيرة للتلاقي بين الأدباء والكتاب والمثقفين في دول الخليج ففي اليوم الأول الذي شهد حضور مع الوزير الإعلام الدكتور عبدالله الحراصي قدم الأدباء للحضور مائدة فكرية أدبية وثقافية تراوحت بين أمسية شعرية وجلسة نقدية طبعا أولا سعيدة بالمشاركة في هذا المنتدى منتدى الثقافة الخليجي الأول ويعني أتمنى أن يكون هذا أول الغيث في منتديات قادمة ولقاءات وتعاونات قادمة في تجمع الأدب والشعر والثقافة في الخليج أما اليوم الثاني تحول بتحولات المكان إلى ظواهر أدبية أخرى حيث كان الحضور في الجرسة النقدية على موعد مع التجربة النقدية للشعر المعاصر في البحرين للشعر البحريني كريم رضا الذي كانت له هو الآخر مشاركة شخصية لمجموعة شعرية صفق لها الحاضرون تشرفت بتقديم ورقة نقدية ناقلا ولست كاتبا عن الأستاذ الكريم كريم راضي الذي أعد هذه الورقة وأنا نقلتها عارضا لا فارضا وسيعمل المنتدى الثقافي هذا على تعزيز دور مثقف ورفض الكتاب وتطوير قدرات الإنجاز الإبداعي لديهم وإتاحة التلاقي بين المشتغلين في إنجاز الثقافة على الأصعيدة الخليجية والإقليمية والدولية وتكمن أهمية مثل هذه المنتديات الثقافية النوعية في تعميق التواصل بين الأشقاء بمنطقة الخليج العربي وما تضيفه من أفكار ورؤى مغايرة تضاف إلى واقع الثقافة العربية لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن مبارك الدرماكي سلطنة عمان